طب احنا قلنا ان منتخب القولمبي حقق يعني فوز تاريخي على البرازيلي يمكن ان هو عنده تجربة النهاردة او هياخد تجربة ودية جديدة مع اليابان افتكر في ديسمبر اللي جاي بتشوف بتشوف التجربة دي ازاي هيعمل فيها ايه كابتن شاوق يعني هو كابتن شاوق من المدربين اللي هو كل مباراة عنده بطولة زي ما بيقولوا يعني هو بيحضر لها كويس جدا ما فيش حتة اللي هي الاستخفاف بالمباراة دي مش موجودة عنده كمان كل المباراة عنده رسمية وهو عايز يعمل حاجة لان طبعا قبل كده كان فيه منتخب اول وحصل دروبه وبتاع فهو عايز برضو انيقولك لا انا مدرب كويس ومدرب ناجح ومن خلال المنتخب اللي موجود معاي ان المنتخب اللي هيلعب اولمبيات حاجة حاجة كبيرة حاجة محترمة لو حقق نتيجة كويسة ووصل الادوار الاخيرة هتبقى هتبقى تاريخ جديد للمنتخب المصري تاريخ جديد طبعا للمنتخب المصري وحصل على مديليا اولمبيا ان شاء الله كابتن طبعا شوق غريب كان من اوائل المدربين الحاصلين على البرونزية على مستوى كاس العالم لكن كمان اللي عجبني انه هما بيشتغلوا بهدوء نمر واحد وانه هوا ما بيخافش انه لعب البرازيل ولا لعب الارجنطين ولا لعب كوريا لان في بعض المدربين تقولك لأ طب انا اجيب مثلا فرقة من افراقيا انا باحترم ده جدا فيه ويعني انه مغامر يعني مش مغامر انه هو بي انا ليه لأ املعبش البرازيل ولا لأ املعبش الارجنطين يعني السكة بتاعت المدرب دي بياخدها من مين من لعيبة من لعيبة طبعا فاحنا هنرجع برضو في الاول الاخر ان هو معا مجموعة لعيبة محترمة مساعداء لعيبة كويس جيل كويس لعبه هم صغيرين لعبه دوره ممتاز وهم صغيرين يعني جاءت لهم الفرصة وهم تمسكوا بالفرصة عشان كده هو معا متخب كويس عشان كده انا بطلع لعب البرازيل هو قادر يشاكلهم بلعب فرقة كلها كبيرة فده حاجة كويسة بصراحة اكيد وتجربة اليابان زي ما قلت سام تجربة كمان مهمة جدا لان اليابان هي مصطديفة كمان ياخدوا طاري انا ان شاء الله بازن الله ان شاء الله يحققهم بطلع ويعملوا بطلع كويسة وانشاء الله مركز افضل من ال情况 شغير هوا بازن الله هو برضو اللي يكسر الرقم بتاعكم ان شاء الله